يبدو أن الإهمال الحكومي لمحافظة ديالة لم يكن آخر المطاف لمعاناة سكانها حيث طال قطاع الصحة فيها وسط تقارير تؤكد ارتفاع نسبة الإصابة بالأمراض السرطانية مكتب حقوق الإنسان في ديالة كشف عن إحصائية وصفها بالصادمة في ارتفاع معدلات الإصابة بمرض السرطان سنوياً داخل المحافظة والتي تصل إلى 700 إصابة المكتب أكد أن هذه الإحصائية تشير إلى وجود خطر حقيقي يستلزم اتخاذ خطوات جادة خاصة وأن 70% من المرضى ينتمون إلى عائلات تعيش تحت خط الفقر وتواجه صعوبات كبيرة في تأمين العلاج اللازم لها وتحديداً في مدينة بعقوبة وكأن الإهمال الحكومي لمرض السرطان متعمد فلا يوجد أي دور يذكر لوزارة الصحة في تأمين العلاجات لهم فضلاً عن عدم وجود مستشفى تخصصي للعلاج في المحافظة إذ أن أغلب الحالات تنقل إلى بغدادة للعلاج التحذيرات من ارتفاع عداد المصابين بالأمراض السرطانية بشتى أنواعها تزايدت في أغلب مناطق المحافظة بسبب انتشار مكبات النفايات العشوائية التي تؤدي تفاعلاتها وأبخرتها المتصاعدة من حرقها إلى ضرر بالغ للصحة والبيئة وتؤدي إلى ازدياد المصابين بتلك الأمراض فالمحافظة تضم 21 مكب نفايات عشوائية وتشكل خطورة حقيقية خاصة وأن واحداً منها فقط هو المرخص ويقع في منطقة جبل حمرين بأطراف قضاء المقدادية وهكذا سيبقى مرضى السرطاني في العراق يعانون من أزمات عدة تهدد حياتهم في ظل إهمال حكومي متعمد في توفير الأدوية اللازمة لعلاجهم وانهيار الواقع الصحي بعد انشغال أحزاب السلطة بصراعاتها على مكاسبها وامتيازاتها ترجمة نانسي قنقر